لا تتردد لحظة في الحصول على فنجان قهوتك الصباحي، ليس بهدف أن تصحو وتبتعد عن الترنح فحسب، بل لدرء خطر الموت أيضاً. هذا ما تنصح به دراسة جديدة تابعة لجامعة ساوثرين ميديكال الصينية، التي أفادت أن الأشخاص الذين يشربون كميات معتدلة من القهوة المحلات أو غير المحلات، تنخفض لديهم نسبة الوفاة الناتجة عن أمراض مختلفة في إشارة منهم إلى فوائد القهوة الصحية. فالدراسة وجدت أن الأشخاص الذين يشربون القهوة غير المحلات كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة تتراوح بين 16 و21، فيما خلصت إلى أن الأشخاص الذين يشربون القهوة المحلات انخفضت الوفاة لديهم بنسبة تراوحت من 29 إلى 31، وذلك مقارنة بمن لا يشربون القهوة على الإطلاق. ويشير الباحثون إلى أن نتائج الدراسة لا تعني أنه يمكن للإنسان الاعتماد على شرب القهوة فقط حتى يحصل على عمر مديد خال من الأمراض، بل هي عامل من العوامل الكثيرة التي تساعد في تحقيق ذلك.